اجتماع الرئاسات الأربعة في بغداد ليس سوى محاولة تهدئة قادة الحشد الذين استنفروا بعد اعتقال القائد الحشدي قاسم مصلح وفق المادة الرابعة ارهاب ومنذ فجر الأربعاء شهدت بغداد فوضى حادة تسببت بانتشار عناصر الفصائل ومحاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء لاسترداد مصلح غير انها لم تفلح في ذلك وبينما ما زال مصير امر لواء الطفوف مجهولا وتتضارب المعلومات بشأن اطلاق سراحه يتواصل اغلاق المنطقة الخضراء مع انتشار قوات الجيش وجهاز مكافحة الارهاب في مناطق عدة بمحيط مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومقر وكالة الاستخبارات ومؤسسات امنية اخرى مصادر امنية رفعة المستوى اكدت ان مصلح ما زال في عهدة قيادة العمليات المشتركة وانه يخضع للتحقيق بشأن التهم المواجهة اليه برغم من ان جهات كثيرة من قيادات سياسية وقيادات بالحشد ضغطت لنقله من عهدة قيادة العمليات المشتركة الى مقر هيئة الحشد الشعبي لكن حتى الان لم ينجح ذلك والحكومة تقاوم الضغوط والتهديدات ووصفت المصادر ما تتعرض له الدولة العراقية منذ ظهر الاربعاء بانه تهديدات مباشرة تنسف كل حديث عن خضوع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة والقانون لسيما ان رئيس الحكومة وعد تلك الجهات بالافراج عنه في حال لم تثبت ادانته بالتهم المواجهة ضده وان ملفه بيد القضاء ويبقى الامل معلقا باجتماع الرئاسات عسى ان يتمكن من احتواء الازمة التي حولت الانظار عن تظاهرات الخامس والعشرين من ايار واطاحت بهيبة الدولة العراقية وسط صمت القوى السياسية الفاعلة وتعالي اصوات المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر